اشتركوا في القناة فقدت زوجها فبقيت هي وابنها الكبير وابنها الأصغر وأخوها ما تملك من الدنيا إلا هؤلاء فأسألك بالله يا من ترى في نفسك العزة بالإثم تأمل في هذه القصة امرأة ما شبهتها كثير من نساء اليوم لأنها تتعرف على الله عز وجل دخل عليها ابنها فقال يا أماه يا أماه إن ابنك فلان قد حصل له حادث وربما يموت هل حزنت المؤمنة قالت إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون يقول ابنها ولا زالت تذكر الله عز وجل وتسبح وتصلي وتحمد الله عز وجل فأراد الله عز وجل أن يبتليها بمرض ما المرض يا أحبة أجاركم الله ما يسمى بالسرطان فبدأ المرض ينهش في جسمها النحيل صابرة محتسبة حاول أبناؤها أن تذهب إلى المستشفى فأبت لكنها موقنة بأن من يتعرف على الله في الرخاء يعرفه في الشدة دخلت المستشفى قال الدكتور بعد الفحص الوالدة انتشر السرطان في أغلب جسلها وتركز في ثديها الأيسر ولا بد من بكره لا بد من قطعه يقول الإبن كنت أتمنى أن يقول أنت المصاب وليست هي كنت أتمنى أن يقول أنها ستشفى يقول فحزنت وتألمت لا أعرف كيف أخاطم أمي ماذا أقول له يقول فجئت لها في ليلة من الليان يقول والله يا شيخ ما رأيته إلا واقفة ساجدة داعية قارئة وين شباب اليوم وين النساء اليوم وين الصابرين أين المحتسبين أين الذين يخافون من الله عز وجل أن يقبضهم وهم يعصونه يقول فدخلت عليها فانتظرتها حتى انتهت من الصلاة فقبلت رأسها وقلت يا أمه تعرفين ما الأمر الذي بك فقالت يا ابني إنما نحن من الله وإلى الله قل ما بدلك فقال يا أمه يقول لم أستطع فانفجرت بالبكاء وقلت يا أمه وددت يا غالية لو أنني أنا المصاب يا أمه أنت أصبت بالسرطان فانفجرت بالبكاء فقالت الحمد لله على قدر الله الحمد لله على قدر الله ولكن تتصور حرارة الإيمان يقول ابنها فاستضاء وجهها وكنت أظن أنها لن تقبل يقول فقالت يا خالد اذهب وأخبر إخوانك بأن الله عز وجل اصطفاني وإني راضية بقدره فخرج خالد يبحث عن إخوانه وانظر إلى الابتلاء تبشر بالسرطان ومن قبلها حادث يذهب بابنها الأكبر فيموت وتحتسب وتسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجع ثم يأتي الثالث فيقول يا أمي إن ابنك فلان أصيب بمرض ما المرض يا إخوان مرض تقطع الأعضاء وهو ما يسمى بالفالج تقول الأم لما أخبرت قالت إنا لله وإنا إليه راجع أما أنا فإلى الله وأما أبنائي فالله عز وجل يفعل ما يشاء فلست بقانضة انظر حقيقة الإيمان كيف تحرك في قلوب الصالحين ما انتهت القصة يا إخوان ثم لا زالت الابتلاءات تتوافى وتتراتب على هذه الأم المسكينة يقول خالد فجئت إليها وقلت يا أمه سعود ينتظر أنك تزورينه هل تستطيعين قالت والله ما أقوع أن أراه يموت أمامي ولكني وكلت به الله وكلت به الحي الذي لا يموت الرب الكريم وهو أرحم به مني يقول فجلست على رأسي يا أمه سعود يطلب أن يراك يريد أن يراك فذهبت إلى مستشفى ودخلت عليه ودخلت عليه يقول خالد دخلنا على سعود ووجدنا وجهه مستضيئا بالنور والله يا شيخ يقول كل ما قلت له يا سعود تراك على خير قال والله أنا ما هو الموت أخاف عليه أو أخاف ما أنا أخاف على أمي أريد أن أموت قبل أن أرى أمي تعذب بمرض السرطان يقول خالد فأتت أمي وقبلته وقالت يا سعود ثق بالله واعلم أن الله عز وجل ما ابتلاك إلا لأنه يحبك وما أصابك بهذا المرض إلا ليختبرك فقل إنا لله وإنا إليه راجعون يقول فتحدر الدموع سعود وقال والله إني أرى دموع الحزن تخالد قلب سعود لماذا لأنه ربما لا يراها مرة أخرى خرجت الأم المسكينة والله يا إخوان ما حدثتكم كذبا ورواها لي خالد بنفسه قبل أكثر من خمستعشر سنة هذه القصة يقول خالد فخرجت أنا وأمي يقول سبحان الله وهي تسبع وتستغفر لحظة واحدة حادث يضرب الأم من جهتها الأيمن فتسقط الأم مصاب بالسرطان مكسورة الجن والله يقول ما اشتكت ولا تألمت ولا تأففت قالت اللهم أنت أعلم بحالي فاحكم ما ترى احكم ما ترى يقول حملت أمي بين كفية وهي تنزف بالدماء وأنا أعرف أنها ميت لا محالة إلا أن يشاء الله يقول فذهبت بها إلى المستشفى سبحان الله بعد دخولها المستشفى خمس ساعات تقريبا فيأتي خبر وفاة سعود يأتي خبر وفاة سعود يقول يمه أعظم الله أجرك في سعود تراه يطلبك الحلم فبكت الأم المكلومة وقالت الحمد لله الحمد لله على قدر الله وهذا الإيمان إذا خالت القلوب ثم يقول خالد ولازلت والله أتابع حالة أمي بعد أيام كتب الله عز وجل أن تخرج الأم وصبرت فقدت كم يا إخوان ثلاثة أبناء وهي رابعهم وهي رابعهم ولازالت سلسلة الاختبارات تأتي وصدق الله عز وجل حينما قال الأم المحتسبة شهر واحد ويصاب خالد بشلل في الرجلين يصاب خالد بالشلل في الرجلين ويأتي الخبر للأم ولا تزال صابرة قال الدكتور ينفلان لابد من قطع الثدي الأيسر حتى لا يكون سبب في انتشار السرطان وذهب بها إلى مستشفى الرياض وبتر النهد وذهب الثدي تقول وهي تنظر إليه اللهم إنك تعلم أن هذا الثدي ما رضعت به حراما وما أسكيت به حراما فأسألك يا إله أن تجعله يسبقني إلى الجنة ولا تفرق بيني وبينه يوم العرض عليك وتصبر المسكينة وتحتمل فيأتي الخال ويقول يوم وفلان ترى خالد أصيب بشلل سقط من الدرج فشل الرجل فأصبح خالد يتصل علي بين الوقت والآخر يا شيخ والله إن ابتلين ابتناء عظيم ولم يبقى إلا خالي وأمي وأنا وأنا ماذا أصنع قلت أصبر صبرت الأم يا إخوان تأملوا خرج الخال من المستشفى كي يبشر خالد أن أمه قد نجحت عمليتها وفي خطفة عين تأتي سيارة وتدهسه دحسا ويموت الخال ولم يبقى إلا خالد وأمه يقول والله يا شيخ والله إن القلب ليحتسر ويتعصر ألما وأنا أرى دموع أمي وأنا أقول لها يا أمه خالي أراد أن يبشرني بشفائك ولكن من رأى الحادث يقول أنه مات دهسا والله أحب هذه الأم لم تتألم ولم تتوجع حتى جاء اليوم الموعود فكتب الله عز وجل أن تنام على فراش الموت وخالد لتلك العربة يتوجه إليها في المستشفى اتصلوا فيه فقالوا هل من ولي لهذه المرأة ما الأمر قالوا حالتها تتردى وأوشكت على الموت أوشكت على الموت يقول خالد والله يا شيخ أصبح في حيرة ماذا أصنع كيف أسافر لأمي أنا مقعد ليس لدي أحد ما عندي أحد إلا الله عز وجل ثم هذه الأم يقول خالد قد ضررت أن أسافر فتكفل أحد الناس بسفري فسافرت ووصلت يقول فدخلت عليها الغرفة وإذا بها مسجاه على السرير يقول ووجهها قد أظلم وتغير وتعثر لسانها وأنا أقول لها يا أمه خالد يا أمه خالد الذي جاء إليك من بعيد حتى يكحل ناظريه بالنظر إليك خالد الذي صبر على الابتلاء كما صبرتي خالد الذي جاء ويرجو أن يكون سببا في شفائك فردت عليه وقالت يا خالد لم يبقى من الدنيا لي بعد الله إلا أنت لم يبقى لي في الدنيا بعد الله إلا أنت فأوصيك في نفسك خيرا أقم الصلاة واترك أصحاب السوء كن صابرا محتسبا فإن الموعد مع الله عز وجل قريب يقول خالد حبستني العبرات وبدأت أتذكر والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يقول فحبستني العبرات وأنا أكلمها وأقول يا أمه هل ستسافرين وتتركيني قالت يا خالد إذا أمر الله عز وجل سيفرق بيني وبينك لكن أسألك بالله يا خالد إذا سويت تحت التراب لا تنساني من دعاك أسألك بالله يا خالد إذا غسلتني فادعو الله عز وجل أن يجعل ما أصابني تخفيفا على الأذى وأن يرحمني إذا عردت بين يدي فوالله ما رأيت نفسي إلا معرضة عن ابتلاء الله عز وجل يقول خالد فبكيت فبكيت وقلت يا أمه تقول إن هذا وأنت صابرة تقول إن هذا وأنت المحتسبة إذا ماذا أقول أنا قالت يا خالد أما أنا فراحل إلى الله عز وجل والله إني لأشعر أن الدنيا بعد فراقكم لا تطيب لي يقول خالد فأقولت يا أمه أسألك بالله ألا تنسيني من الدعا فإني أشعر بالفراق فقالت يا خالد أوصيك بالله خيرا أوصيك بالله خيرا يقول فبكيت وبكيت وأقولت يا أمه أين أذهب أين أذهب بعدك من يحملني بعدك من يرحمني بعدك يا أمه والعبرة تحرق قلبي ولا أستطيع أن أتكلم وأنا أقول يا أمه إنما يوفى الصابر نأتره بغير حسابك تقول يا خالد عرفت الله في ظروف كثيرة فما تركيه وسألت الله عز وجل في أحوال عظيمة فما تخلى عنه سألته وأنا عاصية فاستجاب كيف لا يستجيب لي وأنا قد انقطع عني حر الرجال وأصبحت وحيدة على الفراش بعد أن كنت أتحرك أصبح هناك من يحرقني بعد أن كنت أتكلم أصبح هناك من يتكلم عني وأنت ترى هذه الأسلاك أشهد الله عز وجل أني قد تبت إلى الله مما اقترفت يداني فقال يا أمه ما الخطر قالت يعلم الله عز وجل أني أكلت ريالين حرام وكنت صغيرة السن فاسأل الله أن يخفف عني سكرات الموت فلعل تلك الريالين أن تكون حائلا بيني وبين رحمة الله عز وجل يقول خالد فانفجرت بالبكاء وقلت يا أمه أريالين تحزنين من أجلها إذن ما يقول من يستبيح الفروج بالحرام ما يقول من يشرب الخمر ليل نهار ما يقول من ينام على معصية الله والله يراه والله يسمعه والله عز وجل يستره وما يكشف ستره عليه والله عز وجل لو دعاه ذلك العاصي وقال يا ربي إني تائب لغفر له ولو اختصته الله عز وجل بملاء فصبر لقال الله عبدي صبر فأدخلوه الجنة حتى تقول الملائكة يا ربي خلاب الحرام فعصاك وأكل الحرام ثم تغفر له يقول الله عز وجل لو بلغت ذنوبه على السماء غفرت له ولا أبالي يقول خالد وكأني أراها وحتى تصر الموت وأنا أفارقها فقبلت رأسها وقلت يا أمه سألتك بالله أن تسامحي سألتك بالله أن تسامحي سألتك بالله أن تسامحي قالت يا خالد قالت يا خالد والله ما كنت تتلذى في الدنيا إلا من أجلك ولا كان يطيب لي طعام إلا من أجلك وهنا اليوم أفارقكم سبحان الله أم صالحة مؤمنة قائمة لما تعرفت على الله في الرخاء أعرفها في الشد فربط على قلبها وها هي تفارق الدنيا يقول خالد والله إني أمسح على صدرها وأقول يا أمه هني ألك سبقك الثل بإذن الله إلى الجنة وإن شاء الله سألحقك في الجنة فقالت يا خالد يا خالد أبشر أبشر فإني بين يدي رب كريم يقول خالد والله أشعر إني أراها وكأنها تنظر إلى شيء لا أراها فالتفتت يمنه ويسرى وقالت خالد أستودعك الله الذي لا تظنه لا يعني خالد إن الله رحيم لا تحزن يقول فبكيت وقلت أمه من لي سواك يرحم في الدنيا بعد فراغك قالت يا خالد الله كنت أستودعك الله يا خالد أستودعك الله يا خالد يقول والله إني أرى وجهها يضين وأرى جموعها تتهلل فرحا وترفع سبابتها وتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يقول فسكت فانفجرت بالبكاء وقلت اللهم إنها ابتغيت فصبرت أسألك يا إله أن تخفف عليها في قبرها وأن ترحمها برحمتها لذن وأن تتجاوز عنها فوالله يا رب ما علمتها إلا ساجنة وما علمتها إلا ذاكة وما علمتها إلا تألية بالقرآن ماذا يقول شبابنا اليوم خلوات بحرام وذنوب معاصي حتى لم تسأل منهم بقعة أرض ولا رقعة سماء بين السماء والأرض يعصون في الخلوات يعصون في الظلام يعصون والله عز وجل يقول فثروا إلى الله فثروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين يا الله نسألك رحمتك يا الله لا تكشف سترك اللهم لا تكشف سترك اللهم لا تكشف سترك فإذا كشف الستر لظهر والله أمر تسود منه الوجود وتضيق منه القلوب اللهم إنك تعلم أن ما اجتمعنا إلا خرف عذابك فأسألك يا إلهي يا رحمن يا رحيم أن تعرفنا في الشدة إذا نسيناك في الرخاء أسألك يا إلهي أن تعرفنا في الشدة إذا نسيناك في الرخاء أعلم عبدي أن لا يغفر الظنوب إلا أنا فاستغفرني فغفرت حسبنا الله ونعم الوكيد حسبنا الله ونعم الوكيد حسبنا الله ونعم الوكيد رفعت إليك حاجاتي فأنت القصد والجاه وقفت ببابك المفتوح والأنوار تعشاه رفعت إليك حاجاتي فأنت القصد والجاه وقفت ببابك المفتوح والأنوار تعشاه لعل القلب يجل الهم إن الهم أضناه لعل الله يقضي لي بشيء من عطاياه لعل القلب يجل الهم إن الهم أضناه لعل الله يقضي لي بشيء من عطاياه ويسبغ مد من